تحت رعاية سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى لشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية وقيمت مساء أمس احتفالية اليوم الأولمبي وذلك بتنظيم من اللجنة الأولمبية البحرينية وفور وصول سموه لموقع الحدث كان في استقباله سمو الشيخ عيسى بن علي الخليفة رئيس الاتحاد البحريني لكرة السلة وسعادة السيد أيمن بن توفيق المؤيد وزير شؤون الشباب والرياضة وسعادة السيد محمد حسن النصف الأمين العام للجنة الأولمبية البحرينية وعدد من كبار المسؤولين بالمملكة وبهذه المناسبة أكد سموه أن عقامة احتفالية اليوم الأولمبي تأتي من منطلق الحرص على مشاركة العالم بهذه المناسبة الرياضية لما لها من أهمية بالغة في تعزيز التفاعل بنشر مبادئ وقيم الثقافة الأولمبية والتعريف بأهمية ودور الرياضة في حياة الأفراد والتشجيع على اعتبار الرياضة نمط حياة صحي لجميع الفئات بالمجتمع وأضاف سموه أن هذه الاحتفالية حاضنة لجميع شرائح المجتمع لما فيها من اعتماد متنوع للمسابقات الرياضية والفعاليات الترفيهية والعروض التي تساهم في زيادة الحركة لدى الكبار وزيادة المعرفة والاكتشاف لدى الصغار بما يتوافق مع شعار اليوم الأولمبي العالمي لهذا العام تحرك تعلم واكتشف مشيرا سموه إلى أن هذه التجمعات الرياضية تسهم في إظهار الطاقات والقدرات لدى الأفراد والتي يمكن من خلالها الاستفادة من المواهب والعناصر المميزة على مستوى الرياضة البحرينية مؤكدا سموه في الوقت ذاته استمرار الجهود لتهيئة المناخ الملائم لممارسة مختلف الألعاب الرياضية والذي يساهم بتكوين أجيال يتمتعون بصحة والقدرة على مواصلة العطاء وحمل المسئولية للعمل على تحقيق المزيد من النجاحات في كافة القطاعات بما يخدم ازدهارا وتقدم بحريننا الغالية ترجمة نانسي قنقر تشجيعا لممارسة الرياضة بشتى أنواعها وانطلاقا من تعزز الترابط بين جميع المشاركين في اليوم الأولمبي سخرت لجنة المنظمة جهودها من أجل تهيئة أجواء تتناسب مع اليوم الأولمبي وسط مشاركة واسعة من مختلف الفئات العمرية والتي شاهدها سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة أن أبو الأول لرئيس المجلس العلالي الشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية بحضور عدد من المسؤولين في المملكة حضور سمو الشيخ خالد لهذا الاحتفال أعطى الكل دافع والاهتمام أنهم يعطون أكثر وأكثر وما شاء الله الشاب البحريني دائما متألق في مهارته وفي الرياضة فالحمد الله اليوم كان تتويج لهم مهم وإن شاء الله نأمل دائما تكون فيها مثل هالمبادرات الطيبة اللي تخلي الشاب البحريني دائما يشارك في الرياضة اللي خير إن شاء الله بلاده والله اسموه الشيخ خالد واسموه الشيخ ناصر بمقصرين في دعم الشباب والرياضة وبالعكس البحرين معروفة أن هي ولادة للمواهب فكل ما الواحد احتضنهم كل ما الواحد رتب لهم معسكرات وإن شاء الله تشوف منهم مواهب ولاعبين زينين تطورهم في كل المجالات هو يتماشى مع رؤية سيدي سموه الشيخ خالد اللي طرحوها في اللجنة الأولمبية مما استلم اللجنة الأولمبية وهي جسدوها في برنامج اسمه Road to Podium هذه Road to Podium يحظى على اهتمام كبير بالنسبة للجنة الأولمبية وهم بعد من المجلس لعلاء الشباب والرياضة اليوم الأولمبي يدعو إلى الحركة والتعلم والاكتشاف هذه هو السلوغن أو الثيم حق اليوم الأولمبي احنا اليوم طبعا الفعالية هي بيكون الثيم اللي موجود فيها والفكرة اليوم الأولمبي هي تخصصها وبتكون وضع الأنظار على الألعاب الرياضية اللي هي طبعا السباحة أو الألعاب الرياضية البحرية اللي هي السباحة والشراء والتجديف بالإضافة إلى بعض الأمور الترفيهية اللي تستخدم فيها جميع شرائح المجتمع وأطفال وشباب وكبار الرياضة اليوم ليست فقط نشاط بدني الرياضة اليوم أصبحت نشاط ذهني نشاط صحي كذلك نشاط اجتماعي يربط أفراد المجتمع الشكر لسمو الشيخ خالد رئيس اللجنة الأولمبية الشكر لجميع منتسبين اللجنة الأولمبية على هذا التنظيم المتميز هذا طبعا يثبت اليوم أن الشباب هو عمود الوطن واليوم جميع هذه الفعاليات تصب في دعم الشباب ونتمنى أن الشباب يكون دائما في خدمة الوطن هذا وعقامت اللجنة المنظمة حزمة من الفعاليات والمسابقات الترفيهية والرياضية والتي تتناسب مع كافة أفراد الأسرة ليكون اليوم الأولمبي بمثابة مهرجان عائلي يستقطب جميع الأعمار نتكلم عن لعباتنا نحن كلاعبين كالاستانيكس هي لعبة مميزة وتقدر أي واحد يقدر يلعبها وثاني شيء تستخدم فيها لأنه لا يحتاج لصالة ولا مكان يعني تقدر تستخدم بس وزن جسمك تلعب في أي مكان أو دور أو دور مثلا برع خارجيا أو داخل الصالات صراحة الأجواء حلوة وأنا جدا سعيدة أن أنا حضرت ويبتعيالي وبالعكس الأجواء مثل ما قلت لك أسرية وعلى الأقل غيرنا الروتين تمليلهم الألعاب ألعاب ألعاب فيعني شيء يديد عليهم التنظيم هو حلو وأنا مشاركة في سباق الجاري وإن شاء الله يعيدونها كل سنة يا رب هذا وقيمت الفعالية في الحديقة المائية الواقعة بخليج البحرين انطلاقا من الخصوصية الجغرافية لمملكة البحرين وسط أجواء مليئة بالإثارة والمنافسة والتي ركزت هذا العام على الرياضات المائية بالإضافة إلى سباق الجاري هذه الفرصة التي يحتك بها اللاعبين المشاركين في اليوم الأولمبي لكشف مواهبهم وسط الحضور الملفت في اليوم الأولمبي ما هي إلا فرصة بتأكيدهم على حرصهم باليوم الرياضي وأهميته في حياتنا اليومية ظلنايف لمركز الأخبار تفزيزون البحرين